رسالة أفسوس رسالة جميلة جدا تخلو من طبعا العتاب أو الإرشادات اللي هي يعني ليعالج مثلا قضية معينة أو مشكلة معينة أو عقيدة معينة رغم أنه بيتكلم عن العقائد لكن كانت بتربط بولوس الرسول محبة دافئة وعلاقة جميلة مع هذه الكنيسة هذه الرسالة تعتبر واحدة من أغناء الرسائل للعقائد المسيحية هي ورسالة روميا وهذه الرسالة تعتبر كنز بل متحف للكنيسة المسيحية لأنه ممكن نتعلم ليس فقط عن اللاهوت ولكن أيضا الإرشادات العملية اللي تكلم فيها بولوس الرسول هذه الرسالة تعتبر رسالة الملء بيتكلم عن الملء الكامل ملء الله بيتكلم عن ملء الآب والملء بالإبن والملء بالروح القدس امتلئوا بالروح القدس هذه الرسالة تعتبر ثروة المؤمن في المسيح فهي كنز فهي ثروة مع أنه أفسوس كانت تعتبر كنز آسيا أو خزنة آسيا لأنه كان عندهم غنى فاحش في هذه المنطقة لكن بيتكلم عن ثروة أكبر وغنى أعظم من خلال هذه الرسائل هذه الرسائل هي الرسالة تقسم إلى قسمين القسم اللاهوتي أول ثلاث إصحاح والقسم العملي آخر ثلاث إصحاحات وهذه الرسالة ليست فقط رسالة الملء بها رسالة نسميها السمويات أو في المسيح فالمؤمن في المسيح والمسيح في المؤمن المؤمن في المسيح أول ثلاث إصحاحات المسيح في المؤمن آخر ثلاث إصحاحات تتكلم عن السلوك المسيحي هذه الرسالة تسمى رسالة السمويات فالرسول بولوس من السجن أخذ المؤمن لكي يسمو روحيا فوق الجبال بل يسمو ويعلو إلى سماء السموات ويوصلنا بمحضر الله في السمويات لكي نتمتع بكل امتيازات الله هذه الرسالة كما ذكرت هي في المسيح ذكرت مش أقل من 35 مرة أقصد في المسيح مع المسيح بالمسيح ومشتقاتها فهي رسالة غنية جدا فالمؤمن في المسيح ولأن المؤمن هو سماوي شخص سماوي في المسيح امتيازنا أيضا في المسيح التبني في المسيح وطبعا وهكذا أمور كثيرة بيتكلم عن في المحبوب أي في المسيح ميراثنا في المسيح رجاءنا فيه أجلسنا معه في السمويات صرنا قريبين بدمه نتمتع في المسيح شركاء الموعد بالمسيح أقامنا معه فنحن في المسيح من عمل أليف إلى الآخر من لحظة الفداء والتبني إلى إجلاسنا مع شخص المسيح في السمويات أيضا هذه الرسالة أيضا تتكلم عن الدعوة السموية بحسب الإصحاح الرابع أن نسلك كما يحق للدعوة التي دعينا إليها فالدعوة للمؤمن هي دعوة سموية اشتركوا في القناة